السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في قناتكم قناة اللوبنا ماهير على فيديو جديد وكموند جديدة فيديو نهار اليوم ان شاء الله عبارة على هاد الميني بسبوسات اللي تيجيوا اكتر من رائعين بخاليط واحد كنحضرو زوج ديال المطاقات مختلفة بنسبة التمان غنخليه لكم صندوق الوصف كيف ديما وغنشارك معاكم كل شي النجاح هاد الوصفة هذي واحد الحاجة اللي وقعت صراحة في وسط الفيديو وكنت خيفة صراحة من نتيجة ولكن نتيجة جاتة رائع غنشارك معاكم بكل شي ما تنسونيش من واحد اللايك نزلو ده بادير وعد كملو لفيديو واحد تعليق زوجين لي كيفرحني بزيف بزيف وكنفرح ايمتا نحط واحد لفيديو باش نقرأ تعليق ديالكم زوجينة صراحة اللي كتفرحني ما تنسونيش من بارتاج بالعائلة والاصدقاء باش تعمل فائدة وباش شجعوني وتحفزوني انني نعطي دائما مزيد والمزيد ولكنتو اول مرة كتشاهدوا القناة ما تنسونيش من سبسكرايب تفعيل الجرس باش توصلوا دائما بجديد القناة اكيد اي لعجبكم المحتوى وعندوزوا مباشرة المقادير وطريقة تحضير فرجة ممتعة هنا غادي نبدأ اول حاجة بسيرو اللي غنسقيه بالمسبوسة لان غنحتاجه يكون بارت غنحتاج فيه ثلاثة الكؤوس ديالسكر سانيدا كؤوس قياس العنباء اولا اصغر شوية زوج الكسان ديال الماء ثلاثة ديالسكر سانيدا زوج ديال الماء زوج المعالق ديال العاصير الحامض وغادي نحتاج كذلك معي يلقى ديال الماء الزهر بشغل نسمو هاد سيرو هادا اللي كيجينا وحد سيرو خاطير ممكن تحترفضو بي في ثلاجة المدة طويلة فكيبقى عندي انا عدة شهور كيبقى كما هو كنستعملوا بزاف هنا كيف ما كتشوفوا معي كندير واحد الكسرون وكنضيف في هادوك الكؤوس ثلاثة ديالسكر سانيدا زوج الكسان ديال الماء وغادي نضيف كذلك واحد المعالقة ديال الماء الزهر كتعطينا واحد نسمو زوينة بزاف لهاد سيرو وكتجينا البسبوسة ديالنا من السمو كتجيب بنينا بزاف هنا غادي نضيف واحد زوج المعالقة ديال العاصير الحامض شوفوا الشقة الناقسة معرف شوش كل شي كيديرها بلا غير انا باش نجيب صفاي ولا شي حاجة فغادي نحرك كل شي كيف ما كتشوفوا معي غادي نخلط كل شي مزيان باش نمتقاش ليسكار لتحت ويتحرق في الصافي وغادي نضيرو على نار ما بين 5 حتى 8 حتى 10 دقائق الماكسيمو على نار موين حتى كنشوفوا القوام دياله بدكي يتبدل كنطفعوا علي النار كنخليوه برد وغندوزوا المكوينة ديال بسبوسة اللي غادي نحتاج شوية زوج البيضات كاس ديال سكر سنيدة من قياس كاس العنبة كاس ديال زيت نباتية كيف ما كتشوفوا معايا وكاس ديال الحليب درجة حرارة المطبخ من طبيعة الحال دانون كذلك اولا هاد الياغورت من وزن 125 جرام اي نوع دانون فقط يكون ديال بنان او لفاني اولا انا كندير هذا ديال قاس بالسكر ديال ليدل قبيصة الملح مع مابشور ديال الحامض واحد المعين يلقى صغيرة عامرة مزيان ممكن تنصمو كذلك بالفاني اولا البورتقال اللي ما بغاش يدير الحامض هنا عندي بودرة الكاكا اللي غا نحتاجها باش غا دين غا نخدم بهتا هي وعندي وحد 15 جرام ديال خميرات الحلويات اولا بيكين باودر وعندي هنا السميدة هاد النوع ديال السميدة اللي كنصيبو به الحرشا كنديرو به المعلقة كيف ما كتشوفوا معي هنا يا انا را اللون ديالها صفر غير ما كنقرب الكاميرا كي بياد اللون ديالها فاللون ديالها صراحة صفر كيف ما كتشوفوا معي هنا يا عن بعد هاد النوع هاد الرقيق كيف ما كتشوفوا المكونات مكلفة بالنسبة للسميدة لدي 350 جرام حتى خدمت بها كاملة هنا لدي البيض والسكار نضيفهم الأولين و نضيفهم جيدا و نضيفهم جيدا و نضيفهم جيدا و نضيفهم جيدا و نضيفهم و نضيف المكونات الباقية كيف لا ترى الخالط و نضيف كمية الزيت و نضيف كل مكونات بزيجة و نضيف كل مكونات و نضيفه و نضيفهم جيدا و نضيف كما ترى سوف نضيف كذلك يعورت هذا العاقد سيكون أحسن في الخدمة لا بالنسبة للكيك و بالنسبة للبس بوسا ولا كل شي انا كيعجبني هاد النوع دائما كنجيبه دائما هكا باش كنخدم به القبيصة ديال الملح مع المبشور ديال الحامض كيف ما قلت لكم ممكن تنسمو بكيس ديال سكر الباني او لكيس ديال سكر الزهر منسم بالزهر ليكم الاختيار كيبقى الاختيار على حسب الاضواق والاضواق تختلف كيف ما انا صراحة البسبوسة كتحمقني بالليمون او لب الحامض هنا يكن ضن ضيف في البسبوسة او لف السميدة عفوا نوراني اضفت هدك الكاس ديال الحليب كيف ما شفتو معايا سوفي كنبدو نوضع هذيك الكمية اللي عندي ديال خميرات الحلويات من فوق هذيك السميدة وكنخلط كل شي مزيان مزيان 15 جرام بالنسبة للخميرة وهنا السميدة راح تاجيت او لخدمت ب350 جرام اللي عبرت كاملة هي باش خدمت دائما على حسب النوع ديال السميدة كيف ما كتشوفوا معايا أنا خالط كنخلطو مزيان مزيان وكنخليه بهد القاوة مشوية خفيف ما يكونش تقيل باش ما جيناش البسبوسة ديالنا قاسحة هنا غطيتو وهنا البنات كان عندي واحد الموعيد باقي لي مع رت 40 دقيقة نشوف ان ما غايكفانيش الوقت باش غادي نصور و باش غن دهن هدليمول و باش غن دخل نعمرهم و ندخل الفران و تصوير ماشي سهل للبنات ماشي هي خدامة هكي عادي لدارك ما كين لا تصوير لوالو تصوير ممكن تعاودي اللقطة كتتحبسي كتتديري حاجة كتتتعاودي تتلقي الكاميرا يعني فيه الخدمة فانا وجت فقط هدليمول هادو و قلت ما غاديش يكفاني الوقت نقدر نخليدك شي فران و عندي موعد لي مهم خرجت لهذاك الموعد بعد ما وجدت هدليمول و قديتهم خرجت الموعد ديالي ورجعت و اخا انا كنت تنخلي دائما البسبوسة ربع ساعة حتى تلت و لتساعة هاد المرة خليتها ساعة و نص البنات ساعة و نص قلت البسبوسة كاملة غا تمشي و غا تتعجين و غا توقع فيها شي حاجة ولكن ما تخيلوش البنات النتيجة اللي خرجت في هاد البسبوسة خطيرة لحبات ديالها محسوبين كتجي رائعة هنا من بعد ما خرجت وارجعت را تشوفوني مبدلح ويجي هنا يا البنات را خلط كنلقى الخالي ديالي تشرب ليا مزيان وهدي احسن حاجة مدم سميدة باقة كتشرب يعني نخليوها تشرب حتى تشرب لنا السوائل مزيان و في هاد الحالة انا را عادي نضيف هنايا باش نعطيكم زوج ديال الاقتراحات الى جاكم الخالي التقيل تزيدو شوية ديال الحليب انا هنا نسكز ديال الحليب و ازد قريبا واحد زوج لمعالق اخرين باش وصلت القوام اللي انا محتاجة كيف مما كتشوفو معايا حاليا حليتو على هاداك الخالي ديالكم ولقيتو باقي خفيف زوج معالق ديال سميدة لثلاثة وانتو ما كتحركوا حتى كتوصلوا للقوام اللي انتو ما بغيتو يعني في كلا الحالتين دائما عندنا الحل لا تخافوش جاتكم خفيفة لا تخافوش جاتكم تقيلة ما كنخافوش هنا هاد اللي مرة كيف ما شفتو معايا دهنتهم بالزبدة ورشيتهم بستميدة باش خدد صافي كنكون موجداهم من قبل وفي هاد الاثنائر انا كنسخن فران 180 دراجة كنشعل عليهم غير من التحت من الاحسن او لحتى اللي ادرتو تلتحت والفوق ماشي مشكلة غير يدهبون من التحت مزيان وعاد كنشعلوا عليهم من الفوق انا درت واحد لاطة شعلت صارحة الفوق ولتحت لاطة غطيتهم بها من الفوق دخلتها بفران في الفوق وخليتها دخلتهم حتى بانوا ليا شوية تدهبوا ليا شوية تدهبوا ليا من الفوق هنا خدمت نص دي الكمية هاك كعادي درتو في المول والنصف الباقي فانا درت فيه البودرة دي الكاكا وكان بقى نضيفه حتى نوصله القياس اللي احنا بغينا او للون اللي احنا بغينا صافي بقيت كنضيف حتى وصلت لذلك اللون اللي بغيت كنديرهم حتى هما كان عمر في الليمول ودائما كنخليه واحد واحد تلوت في المول فارغ باش هكا كتلالينا فيه البسبوسة كيف ما شفتو معايا هاد الليمول هادو رام مختلفين على اللي درت فيهم البسبوسة البيضة هادو كعالين وهادو اللي درت فيهم الشوكولاتة راهم مولات شوية قصارين يعني ما سيهزوش كمية كتر كيف ما شفتو هنا درت غيزوش المعالق في هادو دي الشوكولاتة والتاني نرادرت فيهم الثلاثة المعالق دي الخاليط كيف ما شفتو معايا غيجيو عالين اكتر هنا بالنسبة اللي بغاوا يخليو يعني البسبوسة ترتاح لي موحد الفطرة فقط تكتافيو باربع ساعة تلت ولو تساعة ولكن إلا خليت وطن ساعة اول ساعة تكون احسن هنا عندي السيروم بعد ما برد كيف ما شفتو راح برد على الخاطر ديالو لان مشيت ورجعت وهنا عندي البسبوسة سخونة بعد ما خرجتها فران كان بدى نسقي هنا دائما كالطفالية الكاميرا البنات هنا وقع لي واحد المشكلة ما ما صورتش مزيان وانا كان نسقي مهم كان دير انا حتى الزوج المعالق كل مرة كتشوفوا معي انك تبدل لقطة كان دير حتى الزوج ديال المعالق في كل مول هنا ايا حتى كتشرب مزيان وكان خليوها لا بدرة كان شوفو هادا كسيرو من الجنب يعني سايح ما تخافوش من نورة كتشرب مزيان وهديك الفترة اللي خلينا ديال ساعة ونسنة صراحة كانت نتيجة واعرة من بعد ما سقيتهم فشوفوا معي انا رسقيتهم مزيان حتى ولا الخالط او لهذا كسائل ديال سيرو من جنب فايد ولكن تشربات كاملة شوفوا معي ما بقاش الحسد ديال سيرو كيفان ودائما كيبقى على حساب طلب او لا على حساب الضوقة ديالكم بغيتوها مسقية بزاف او لا غيت شوية ممكن تكتافيوا فقط من معلقة لكم الاختيار بعد ما تشربت انا خليت صراحة ليلة كاملة واصباح هنا عاد كنزيا فيها عندي شوية الكوك وشوية الكوكو مهرمش يعني ابسط الحويجات اللي عندكم في البيت خدموا بهم شوية ديال سيرو اللي يبقى عليها فانا كندير غين قيطات خفاف هاكا كندهن بهم الوجه باش هاكا يتلصق لنا ذاك الكوكو مع الكوكو وهنايا كنزيا الطريقة اللي هي بسيطة هاد كوكو ورا غير مالح مسحتو بواحد شيفونا مزيانة واحد تربيتة مسحتو ودوز عليها بدلاك من الفوق وهرمشتو هنايا درت هاد لي مولفش طيب نحاول ندير هاد الشكل هادا وممكن هنايا جاني هادوك شنيد فات ما جاوش زوينين بزفزف حاولت ان نبدل نقلب كل شي ندير كاس من الأحسن باش يجي دك باش يجي دك نصف دائرة هكا يجي دك الهيلال مقاد في الدورة دياله احسن كيف ما شفتو معايا وهنا هادوك زين هنا كنت جربت هاد الشكل هادا ديج أسبقو وشاركتو معاكم في فيديو من قبل هاد الشكل فقررت ان ندير هاداك شكل ده الهيلال وهنايا زينت بشوية ديال الورد البلدي وشو ديال الورق ديال التهب فقط زين كيف ما كنت شوفو معايا شوفو البنات الحبيبات ديال البسبوسة كيفاش دايرين خاطيرة لبنات خاطيرة كاتجي مفروزة الحبة على الحبة وكاتجي بنينة بنينة بزف سهلة فتحضير ديالها ما كاتطلبش منها بزف كنخدمو نصيرو نخدموها ونخليوها ترتاح دخلوها فرانو كنسقيوها ومبعد كنخليوها تصباح ولا حتى الليلو مهمشها من ساعة تشرب مزيان ما يمكنش غير تشربوها وتحطوها اولا غير تسقيوها وغتحطوها تسهلكوها لا باتاتا من الأحسن هكا تقسموها على مراحل ما كاتحستوش بها تماما وباش هدك البسبوسة ديالنة تشرب مزيان ودو كل حبات كيزيدو يتنفخو وكيبانو مفروزين رائعة خطيرا البنات انا من عشاق البسبوسة وش كوني بحالي طاقيني في التعاليق يخلي ايو حد الكومنتر انا البسبوسة كتحمقني واخا انا ماشي من عشاق شوكولاتة ولكن عجباتني هذي حتى بودرة ديال كاكاوجات رائعة ولكن انا كاتحمقني بسبوسة البنات خطيرة شي حاجة اخليها ليه ضار وخرجي صراحة شي حاجة زوينة زوينة بزاف كنتمنى انكم تجربوها وتبرتجيوا الفيديو مع العائلة والاصدقة وفي مواقع التواصل الاجتماعي باش تعمل فائدة وغنقول لكم شكرا لكم تعليقة زوينة ديالكم اللي كاتخلي بريا ونلقاكم ان شاء الله فيديو قادم بحول الله لكن انتم باقين مدرتوا واحد اللايك ديروها واحد تعليق زوين لواحد الاموجي وعاد اخرجوا من الفيديو السلام عليكم ولقاكم في فيديو قادم السوداء وكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة dzierentplate